السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة أولى متوسطة لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذا ياسمين وأبنائي بما أنه الاختبارات إن شاء الله على الأبواب اليوم احنا شوفوا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضية وبالتحدث إن شاء الله هنقول لكم أبنائي اخترت لكم هذا الاختبار لأنه يحتوي 90% ولا أكتر من دروسكم اللي قريتوا في الفصل الأول يلا التمني الأول عليه 3 نقاط يقول أكمل الفراغات تالية يعني 907.84 في ماذا أضربه ليعطيني 90784 154 حنضف لها بشتعطيني 279 يلا 94 تساوي 6 ضرب ماذا زائد ماذا ما فهم كي تلقوا الضرب والزائد عارفوا باللي لكم درتوا قسمة يعني قسمة الكبيرة الصغيرة يلا وفي الأخير عندي تحويل 7.53 هيكتومتر كم تساوي من سنتيمتر يلا الثمانية الثاني كذلك عشر نقاط تلت نقاط عفوا السؤال الأول تحقق من صحة المساواة معنتها هل المساواة هذه صحيحة وش تقول 492 هي عبارة عن 9 ضرب 48 واربعون زائد 60 وش قلناك ينقاو الضرب والقسمة نعرفوا باللي درنا القسمة ما فهم الضرب عفوا والجمع معنتها درنا قسمة يلا السؤال تاني هل هذه المساواة تعبر عن قسمة إقليدية واعلل يجبنا نعرفوا قبل وش معتها قسمة إقليدية ما فهم لي نستطيع أن نعلم بدو نشوفوه فتصحيح السؤال اللي بعده أوجي تحاصل القسمة الإقليدية ل492 على 9 معنتها نقسم هذه على 9 رابعا أنجز القسمة العشرية العشرية معتها حجيني بالفاصلة ل492 على 9 نأخذ عددين بعد الفاصلة معتها نحبسه في عددين فهم التبريد الثالث كذلك تلت نقاط أجب بناعن في الخانة المناسبة للجدول يلا عندي من هو الذي يقب القسمة على 3 من هو الذي يقب القسمة على 4 ومن هو الذي يقب القسمة على 5 إذن عندي ثلاث أعداد 10.516.93.2015 أن نروح للسؤال الرابع والتمرين الرابع لها أربع نقاط أرسم القطعة مستقيمة AB بحيث AB 6 سنتيمتر عين M منتصف AB أنشئ دلتا الذي يشمل M وش قلنا يشمل مع تيمر ويعامد AB السؤال الأول ماذا يمثل دلتا بالنسبة للقطعة المستقيمة AB وعلي عين النقطتين C وD من المستقيم دلتا بحيث MC تساوي المسافة MD ويساويان كلاهما 2 سنتيمتر أنشئ الرباعي ACBD وفي الأخير ما نوع هذا الرباعي وعلي إذن لازم نرسم خطوة بخطوة بشيجينا كل صحيح نروح للوضعية الإدماجية الأخيرة لها 7 نقاط تقول لثلح قطعة أرض مستطيل الشكل طولها 48.5 متر وعرضها 30 متر إذن هاو الطول وهاو العرطة للقطعة التعنى أول سؤال أحسب محيطها نفهم إذن محيط وليس المساحة وأحسب مساحتها إذن لازم نفرقه ما بين المحيط والمساحة تنين قام هذا الفلح بتسيج هذه القطعة وترك مدخلا طوله 5 سنتيمتر مع تسيجها قاعدة بسح خلا غير 5 سنتيمتر ما هو طول السياج الذي يلزمه لإحاطة هذه القطعة نفهم ثالثا إذا كان الثمن المتر الواحد من السياج هو 120 دينار فما تكلفت هات السياج إذن حبيت نعرف السياج قاعدة كش حالي جهه رابعا زرع الفلاح مساحة من الأرض تقدر بـ 936 متر مربع بطاطا والباقي طماطم أحسب المساحة المزروعة طماطم إذن أنا عندي مساحة البطاطا يجب علي أن أعرف كيقول الباقي مع أنت أنا قسم فهم حبيت نعرف الطماطم والسؤال الأخير يقول إذا علمت أن مردود المساحة المغروسة من الطماطم هو 2076 كيلو جرام أحسب مردود المتر المربع الواحد مع أنت في المتر المربع الواحد شحال أعطاني هذه كلها الكمية لكن أنا حبيت في المتر المربع الواحد شحال يعطيني من كيلو جرام إذن أبنائي تركيز فقط ليس صعبا ويلا نبدأ الحل مع بعض يلا أبنائي نبدأ التصحيح مع بعض إذن تمني الأول يقول أكمل الفراغ إذن ما هو العدد الذي أضربه في 907.84 بش يعطيني 90784 أبنائي نلاحظوا باللي الفاصلة فقط تغيرت إذن تغيرت بكم واحد تنين إذن بمرتين رطبتين لكن هل تغيرت إلى اليساء أم إلى اليمين نلاحظوا باللي أي تروح إلى اليمين إذن وشنو هو العدد الذي نضربه هو في 100 ما فهم باش أوزيح الأصفار إلى اليمين أضرب في 10 مئة ألف إلى غير ذلك نحسب على حساب الله إذن مدم عندي رقمين بعد الفاصلة إذن لازم لي صفرين مفهوم يلا هنكملوا ألي بعد أبنائي نلاحن يعطونا الزائد مثلا رقم زائد رقم ولا عدد زائد عدد وشنو هو يعطينا النتيجة معنية إلا ندير هذا ناقص هذا دوما دوما إذن كي نديرو 279 ناقص 154 ناقص 155 مفهوم إذن الزائد يصبح ناقص والناقص تصبح زائد يلا وش قلنا دايما كي نلقاو الضرب والزائد هي ما هي إلا عملية قسمة إذن دي 94 قسمة 6 مفهوم إذن نلقاها الحاصل التاعي 15 والباقي تبقنا أربعة إذن نكتب الحاصل وش تحصلت والباقي نكتبه وراء الزائد مفهوم أما بالنسبة للهيكتومتر ندير جدول أطوال عادي كما تعلمنا في الابتدائية ونحط لكن حذر يا ابنائي ونحط اللي هنا هادي في الهيكتومتر مفهوم وهادي اللي مون الهيكتومتر الإسانسية اللي قبل الفاصلة هو اللي نحطه في الهيكتومتر ونزيد له الأصفار حتى نلحق للسنتيمتر مفهوم وبينسور ننحو الفاصلة مفهوم إذن نحضو كل وحدة عليها 0.5 و7 مفهوم إذن يلا نوح التوني اللي بعده تحقق من سحة المساوات وش قلنا كنقوا ضربه الزائد ما هي إلا هادي بسمة هادي مفهوم ابنائي إذن وش رح نديره تحقق من سحة المساوات إذن اللي هنا شوفوا 492 تساوي هو أعطاها لي 9 ضرب 48 زائد 6 إذن يلا هنشوفوا إذا صح هذا الجهة تساوي هذا الجهة يلا نحسبه عادي 9 ضرب 48 ديروها بعقلكم هي 432 ديرها في المسوطة يلا نزيد لها 60 إذن 432 زائد 60 يعني تعطيني 492 إذن المساوات صحيحة مفهوم يلا هل هذه المساوات تعبر عن قسمة إقليدية وعليم إذن شوفوا المساوات لا تعبر عن قسمة إقليدية لأن باقي القسمة أكبر من العددين شوفوا أبنائي بالقسمة الإقليدية لما لازمش يكون عنديها كباقي مفهوم إذن لاحظوا بلي 60 راهي أكبر من 48 وكذلك أكبر من 9 إذن فهي لا تعتبر قسمة إقليدية مفهوم لأن 60 راهي أكبر من 48 عفوا من 48 وأكبر كذلك من 9 مفهوم هذا هو كيفاش تبرو اللولة تعللو أو جيت حاصل قسمة 492 على 9 معتها نقولوا نجروا عملية القسمة مفهوم إذن ديرو 492 قسمة 9 مفهوم ونحسبو مثلا عادي اللي هنا كي حسبناها طاحتنا الحاصل 54 وكي حسبنا الحساب يبقى لنا 6 مفهوم إذن هكذا نقدر نقول عليها قسمة أصغر من هذه شوفو هنا قاعد لقوجة 60 ولا هنا 6 مفهوم إذن نديرو القسمة كذلك بالعقل في الورقة المسودة تعنا نكملو أنجز القسمة العشرية وشنو معدها عشرية؟ معنتها بالفاصلة لـ 9 وعفون أربعمائة واثنين 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 على تسعة وأنا أخذ عددين بعد الفاصلة نفس الشي أبنائي اللي هنا وشنو معدها؟ هذه نكملوها معنتها اللي هنا كي تحصلت على 6 معلية إلا نزيد الصفر منه ونزيد الفاصلة منه وأكمل ونقول 60 على ماذا؟ وشنو العدد اللي نضربو فيه 9 يعطيني الستين؟ لاحظ باللي 6 6 كي نضربو فيه 9 وهكذا مفهوم إذن شوفو تحصلت على عددين بعد الفاصلة مفهوم إذن وش قلنا باش نتحصلوا على الفاصلة؟ نزيد الصفر في الباقي ونحط فاصلة في الحاصل مفهوم؟ صابوها لحنا 466 مفهوم؟ معطانا حصل معطانا قيمة مقربة إذن ما نديروهاش يلا التمنين اللي بعده أجيب بنعم أولا كل عدد من الأعداد نشوفو هل يقبل قسمة على 3 هل يقبل قسمة على 4 وهل يقبل قسمة على 5 يلا أبنائي العدد 10,516 يقبل قسمة على 4 مفهوم؟ لأن وحدته شبه زوجي مفهوم؟ يلا العدد 93 يقبل قسمة على 3 لأن نشوفو العدد الأحد التاعه يلا أما العدد 2015 يقبل قسمة على 5 لأنه باين الأحد التاعوش به خمسة يعني قلنا 5 أو لصفر هما الوحيدة ندين يقبل قسمة على 5 يلا التمرين الرابع وش قلنا نرسمو خطوة بخطوة يلا نبدأ وتشوفو تبعوني هنا وهنا أبنائي أرسم قطعة مستقيمة A-B بحيث A-B 6 سنتيمتر يلا تبعوني ورهي A والB نرسموها 6 سنتيمتر إذن يلا أبنائي لاحظوا A-B 6 سنتيمتر إذن نرسم بالمستار التاعي من A B 6 سنتيمتر يلا نكتب A-B عين منتصفها منتصف 6 وشنه هو؟ لكن قسمه 6 على 2 هي 3 إذن نروح ندير منتصف الستة هو ثلاثة إذن نحط الأم تاعي هنا مفهوم؟ يلا من هات جهة حجيني 3 من هات جهة حجيني 3 أنشئ دلتا يشمل أم وش قلنا يشمل؟ مع أنتها يجوز على الأم ويعامد A-B مع أنتها يعامد A-B لازم زاوية قائمة يلا هاو دلتا تاعي يمر على أم ويشكل زاوية قائمة على A-B مفهوم؟ يلا ماذا يمثل دلتا بالنسبة لـ A-B وعليل؟ إذن أبنائي كيكون عندي مستقيم يعامد قطعة ماذا أسميه؟ أسميه محور مفهوم؟ لماذا؟ كيقولي لماذا؟ لأن دلتا يعامد A-B وينصفها مع أنتها كيكون عندي مستقيم في المنتصف يعني وعمودي إذن فهو يعتبر محور يلا نكملولي بعده عين سوا دي من المستقيم دلتا مع أنتها سوا دي رمجين في الدلتا بحيث M دي وم سي كلاهما يسوي 2 سنتيمتر إذن من الأم للدي 2 سنتيمتر ومن الأم للسي 2 سنتيمتر مفهوم؟ أنشئ الرباعي A-B-C-D إذن A-B-C-D أنا أنشأناه مفهوم؟ منوع الرباعي وعلل إذن الرباعي أبنائه شنا اللحظه فيه هو معين مفهوم؟ إذن شوفوا رهو ما يلمهوش مستطيل هذا وما هوش مربع إذن فهو معين لماذا معين؟ لأن قطره متعامدان يلا نشوفو شنوه القطران تعوش بهم متعامدان يشكلا زوية قائمة متناصفان مع أنتها يتلاقى في المنتصف وغير متسويا مع أنتها واحد طويل وواحد قاصر مفهوم؟ قطعة أرض قال أن الطول تحها 48.5 متر وعرضها 30 متر أول سؤال أحسب محيطها أحسب مساحتها إذن المحيط أبنائين عارفوا وشنوه الطول زائد العرض في 2 مفهوم؟ إذن طول زائد العرض نحكم الطول ونزيد له العرض وكلاهما نضربهم في 2 لأننا أحب يدير الطول في العرض زائد العرض في 2 زائد الطول في 2 كذلك صحيحة لسنصيل تخرج لكم على النتيجة واحدة هي 157 متر يلا أما المساحة هي الطول في العرض معروفة إذن دير 30 ضرب 48.5 تخرج لنا 1455 متر مربع ما نسوش المساحة بالمربع يلا شوفوا لهنا وش قالك قام الفلاح بتسييج هذه القطعة وتركها 5 متر شوفوا وش حال ترك 5 متر وانا عبالي يلا أبنائي الطول تعقاع السياج طول تعقاع السياج هو عبارة عن طول مستطيل ناقص هذه الخمسة متر ما فهم يعني وش نحن دي على بها قال لي أحسب المحيط يعني أنت المحيط هو ما يحيط به كله ما فهم إذن أنا حسبنا هذه قطعة صبناها شحال 157 متر لكن هو خلا 5 سنتيمتر فقط ما درهاش إذن نقص منها 5 سنتيمتر إذن شحال تحن 152 هو طول السياج متر طبعا بينسوا وما ننسوش الوحدة يلا بعدها إذا كان ثمان المتر واحد مئة وعشرون فما تكلفة السياج يلا شوفوا إحنا السياج نشحل فيه 125 ما تضربوها في المبلغ تع السياج فقط ضرب كما نقولون ما تخدموش قاوة وتطولو على روحكم إذن ثمان المتر واحد 120 وانا شحل عندي عندي 152 نضرب 120 في 152 إذن تعطينا 18 1140 هو ثمان السياج ما فهم يلا زرع الفلح مساحة من الأرض تقدر ب بطاطا عندي 936 متر مربع والباقي طماطم شوفوا لهنا أبنائي أنا عندي المساحة الكلية 1455 وش نقصنا منها نقصنا منها البطاطا بش نعرف والطماطم مش حال ما فهم كل شي كين وحسبته إذن حيساب برك لازم يكون صحيح في الأول إذن الأرض ككل قلنا 1455 والبطاطا دات له 936 إذن نقصت خرجي الطماطم زرع منها 519 متر مربع ما فهم يلا قالي إذا علمت أن مردود المساحة المغروسة طماطم هو 2076 كيلوغرام مع أنتها وشنو هو المردود مع أنتها هذه المساحة اللي هي 519 متر شحل أعطاتني أعطاتني المردود تاح 2076 أنا حبيت نعرف المساحة كي تكون عندي واحد برك أنا هذه شوف 519 هي مردود تاح 2075 كيلوغرام أنا حبيت نعرف المتر الواحد واحد متر مربع شحل فيه إذن معلية إلا نقسم 2075 70 نقسمها على 519 تعطيني 4 كيلوغرام مع أنتها كل واحد متر مربع يعطيني 4 كيلوغرام ما فهم؟ إذن كل واحد متر مربع في المساحة على الأرض تاعه يقدر يجبد منها غير 4 كيلوغرام يلا الطماطم ما فهم؟ و 2075 يعني كبيرة مساحة كبيرة تجبد منها 519 كيلوغرام هذه وشو مع أنتها؟ المردود ما فهم؟ إذن أبنائي هذا بالنسبة لاختبار الرياضيات للفصل الأول للسنة أولى متوسط إذن أبنائي إذا عندكم أي سؤال أو لا يستفسر خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر